الدرس الرابع راح نعمل كور الفرو نكون منها مفرش للطفل نبتدي ان شاء الله درسنا نعمل عقدة عند اول مسمار ننزل الخيط نطلع مرة ثانية راح يكون بعد بينهم اتنين سنتي راح تكرر عملية عندنا في النول على طول نفس الشيء اضافة الى انك كل خيط راح يمرر عليه حدة خيوط مرة ثانية ننتهينا بنوضع اول مرحلة السيداء الطولي استخدمنا ست خيوط ست مرات جانبي مكرر ساوي 12 و 12 مكرر في النهاية لون بنفسجي استخدمنا في الوسط اللون الابيض راح نكون ان شاء الله المفرش عبارة عن اطراف النفسجية في الوسط بيكون لون ابيان نعقد طرف الخيط بنمشي الحيوط بالعرض لون احض lanes عرب احض reps ضح دم احضر احضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم انتهاء من عمل خيوط طولي وعرضي اصبعت عندنا عدة طباغات ما يقارب لعشرين طباغة راح نجمعهم ونكون منهم كرات الفارو اشتركوا في القناة 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 جميع الأخيوات جاهزة للقطع تحول إلى كورفارون راح لقطع بالنص ونخلي جزء بسيط الأسفن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة